أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان حيث تستهدف الدولة تحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير المنطقة حيث وجه مدبولي بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة برخام لدى أصحاب الورش كما وجه بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية ودعم الصناعة المصرية